لا أحد ينكر وقوع انتهاكات تثبت سوء معاملة جنود بريطانيين لمحتجزين عراقيين فقد انتشرت فيديوهات تثبت عنفاً في معاملة المحتجزين وقيام بعض الجنود بتغطية رؤوس السجناء لكن بعد مرور أكثر من عقد كامل على الحرب في العراق ظهرت إدعاءات جديدة بأن الانتهاكات كانت على مستوى أكبر والآن تستعد المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مبدئي في تلك المزاعم تلقيت معلومات تفيد بالوقوع انتهاكات من قبل القوات البريطانية وهي معلومات توضح وقوع تلك الحوادث على مستوى أكبر حتى الآن تمت إدانة بعض الجنود واعترف جندي واحد بسوء معاملة هذا الرجل بهاء موسى رجل عراقي أضي الضرب المبرح إلى وفاته وهو رهن الاعتقال لدى قوات الجيش البريطاني المحكمة الجنائية الدولية بدأت الآن تحقيقها المبدئي في أداء القوات البريطانية ما بين العامين 2003 و2008 التحقيق سيشمل أكثر من أربعمائة حالة سوء معاملة أو قتل غير مشروع هناك وثائق عديدة لدى وزارة الدفاع يمكن أن يفحصها مدعو المحكمة الدولية أو السلطات هنا في لندن ولكن لا يمكن السكوت عن تلك الحوادث في واشنطن رفض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير التعليق ولا يبدو أن التحقيق سيشمل كبار المسؤولين أو الوزراء الحكومة البريطانية أعربت عن استعدادها للتعاون في التحقيق لكنها نفت وجود أي تجاوزات ممنهجة ليس هناك دليل على قيام القوات البريطانية بتجاوزات ممنهجة وسيكون أمرا مفاجئا بشدة إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات لأنه يخالف سلوكيات الجيش البريطاني للمرة الأولى تنضم المملكة المتحدة للدول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى في الخضوة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية وفي الوقت الذي يستبعد فيه المسؤولون في بريطانيا أن تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمي كامل سيتعين عليهم الآن انتظار النتائج ترجمة نانسي قنقر